دائماً مع وزيري الصحة خلد أيت الطالب والذي نفى في تصريح نقل بيكلة المغرب العربي للأنباء أمس نفى وجود بؤرة وبائية لفيروس كورونا بحي بالدار البيضاء مؤكداً تعليق الرخص الإدارية بجميع المؤسسات والمصارح التابعة لمختلف المستشفيات والمراكزي الصحية سلمة غزالية في المتابعة بعد إعلان وزارة الصحة كورونا وباء عالمياً وتوقف الحكومة الدراسة بالمؤسسات انطلاقاً من الاثنين المقبل وزير الصحة خلد أيت الطالب يعلق في خطوة جديدة الرخص الإدارية بجميع المؤسسات والمصالح التابعة لمختلف المستشفيات والمراكز الصحية مرسلة جديدة بهذا الخصوص وجهها الوزير إلى كل من المدراء المركزيين ومدراء المراكز الاستشفائية الجماعية ومدير معهد باستور ومدير المركز الوطني لتحقن الدم والمدراء الجهويين للصحة ومديرة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقدة الدوائية ومدير المعهد الوطني للصحة تلغي رخص العطل بسبب وباء كوفيد-19 بالمقابل طمأن وزير الصحة المغاربة بخصوص الوضع الصحي داخل المغرب مؤكداً أن حالة كورونا في المغرب لا تستدعي القلق ولم تصل بعد إلى حالة وباء نافياً في حديثه وجود بؤرة وبائية للفيروس بمدينة الدار البيضاء مؤكداً أن الوضع متحكم فيه وتحت المراقبة اشتركوا في القناة